غضب أهلي عارم في أحياء مدينة عدن يتطور إلى مواجهات مسلحة المواجهات جاءت بعد مداهمات قامت بها ما تسمى قوات العاصفة التابعة للمجلس الانتقالي لإحياء حسين والطويلة في مدينة كريتر أقدم وأعرق مدن محافظة عدن بعد احتجاجات شهدتها المدينة مساء الخميس ضدا على ترد الخدمات خمسين نفر خارقوا عن إرادة الشعب سنوضرب بيد من عدن قوات الانتقال وبحسب شهود عيان داهمت المنازل وأطلقت النار على بعض هذه المنازل بواسطة مدافع رشاشة من المدرعات الإماراتية وسط تهديدات علنية بالتنكيل بأبناء المدينة من قبل قيادات تابعة للمجلس الانتقالي والتي تتشكل منها الوحدات العسكرية والأمنية التي أنشأتها الإمارات لفرض مشروع الانفصال المرفوض من قبل أبناء عدن كبرى مدن الجنوب التصرفات الاستفزازية دفعت بالأهالي إلى القيام بمواجهات محدودة كان أخطرها تلك التي دارت في شارع الملكة أروى بالقرب من البنك الأهلي ووفقاً لروايات الانتقال فإن مسلحاً مجهولاً على متن دراجة نارية قام بإلقاء قنبلة على تجمع لمسلحي الانتقال متسبباً في انفجار مدون ناجم عنه أيضاً إصابة عنصرين تابعين لهذا المجلس لكن روايات وثقتها الكاميرا تحدثت عن اشتباكات بالـ RPG وأسلحة خفيفة ومواجهات شهدتها كريتر في تحول يشير إلى تنامي حجم الرفض الشعبي للسطو التي يفرضها المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات وسط إخفاق كبير في الخدمات والوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان محافظة عدن معاناة عدن ما تزال مستمرة فخلال الساعة الماضية تأثرت أحياء مديريتي كريتر والتواهي على وجه الخصوص بالمنخفض المداري الذي ضرب خليج عدن متسبباً في أمطار غزيرة وسيول كبيرة تدفقت على أحياء المديريتين ما تسبب في ساعات صعبة للغاية عاشها الأهالي بعد أن دخلت السيول إلى منازلهم وأتلفت الممتلكات وأغرقت السيارة في الشوارع دون أي تدخل من الأجهزة المعنية في المدينة والتي دخلت على ما يبدو مرحلة الشلال التام ترجمة نانسي قنقر